دي هتكون نظرة سريعة جدا على مواطشات مبارح في بطولة الشامبيونز ليج وهيكون معنا من النمسا جوج زيل هوفر وهو المدير الفاني السابق طبعا لفريق رابت فيينا النمساوي واحد من أشهر الفرق النمساوية إن لم يكن أشهرها خلينا بداية طبعا نشكره على مشاركته معنا في السادسة ونقوله أهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي ويعني شرف لنا وجودك معنا وبداية طبعا خليني أبدأ بالسؤال على مواجهة مبارح إزاي شفت تعادل ما بين سالسبرج النمساوي ودينا مزغرف في بطولة في الجولة الرابعة من بطولة دولي الأبطال شكرا جزيلا هنا في نمسا كانت مباراة رائعة الفريق النمساوي سالسبرج يلعب بطريقة رائعة وقدم نتائج رائعة جيجين أمام تشلسي وأمام ميلان وأمام دينا مزغرف هذه الأندية أندية معروفة مندية كبيرة ونحن هنا في النمسا سعيدين جدا بهذه النتائج وفرحانين للغاية بفريقنا سالسبرج وعلى فكرة هذه المجموعة مجموعة قوية أيضا أعتقد سوف يخرج منها المرشحين للفوز باللقاب طيب قبل ما أتكلم على فرصه في البطولة بداية الحقيقة سالسبرج مش بس الموسم ده لكن في مواسم سابقة قدر يلفت النظر بشكل كبير جدا وقدر يقدم مجموعة من الأسماء اللي منها حتى العيبة انتقلت لأكبر الأندية والدوريات في أوروبا إيه السبب تقلق السنوات الأخيرة بالنسبة لسالسبرج إيه التركيبة اللي وصلت الفريق للحالة دي إنه يقدر ينافس الكبار في أوروبا نعم فعلا فريق سالسبرج المساوي يمتلكه ريد بول هذه الشركة العظيمة التي تمول الفريق من ناحية المالية بشكل رائع وقوي نعم نمتلك مدير إداري سبورت ديريكتور مدير رياضي جديد أتى غير الفلسفة استطاع أن يطور الفريق والمنظومة والنادي بشكل عام غير السيستم والفريق والمنظومة أيضا ريد بول استطاعت أن تعمل على ضخم أموال كثيرة لجلب لاعبين صغار في السن شباب لاعبين بـ 2 مليون يورو على شبيل المثال من وجه تظري نعم هذا المبلغ أو هذه المبلغ ليست كبيرة ولكن استطاع هذا المدير الرياضي بالتعاون مع الفريق ومنظومة الفريق والإدارة أن يركزوا على استقطاب لاعبين أقوياء يمتلكون كواليتي الرائع وقوي وهذه هي الخطة والفلسفة التي استطاع أن هذا المدير الرياضي مع الإدارة في الخمس أعوام الماضية أن يلعبوها على ذلك دعني أذكر لك نابي كايتا وماني على سبيل المثال أصدقاء زملاء محمد صلاح خرجوا من هنا من سالس بورج النمساوي أيضا هالند على سبيل المثال دورتموند ثم من سيتي الآن هؤلاء النجوم أتوا من سالس بورج النمساوي هذه هي الخطة هذا هو النجاح نحن هنا في سالس بورج في النمسا بالتعاون مع المدير الإداري الجديد هذه هي الفلسفة وهذا هو السيستم الذي نعمل به طيب أروح لمرة تانية لفرص سالس بورج في الشامبينز ليج اللي بعتقد أنها ورغم تعادل الإمبارح اللي حصل مع دينامو زغرب لكن نتيجة المباراة تانية أو نتيجة مباراة مواجهة تشلسي والميلان اللي انتهت بخسارة الميلان طبعا بنتيجة 2-0 حطت أو أسرت بشكل إيجابي جدا على فرص سالس بورج في الوصول نحن نتكلم على بعد أربع جوالات من أصل ستة سالس بورج في المركز الثاني ورد شلسي وده بيخلينا نفكر هل بالفعل عنده فرصة أنه يحافظ على قدرته على التأهل الأدوار بعد كده وإزاي بتشوف بقية المشوار أو بقية المباراة المطبقية بالنسبة لسالس بورج في الشامبينز ليج أعتقد صعب جدا لأن المجموعة قوية المباراة القادمة سوف يلعب أمام تشلسي ثم أمام ميلان وهذا خارج البلاد خارج الديار ميلان فريق طوي أيضا نعم تعادلنا معه واحد واحد وحصلنا على نقطة فهذه مباراة أيضا صعبة والمباراة الأخرى أمام تشلسي مباراة صعبة فلابد علينا من الفوز سواء الفوز أمام ميلان أو تشلسي وهذا صعب من وجهة نظري من خلال البدايات أو المتشاطة اللي تلعبت في بطولة الشامبينز ليج من الفرة اللي انت ترشحها أو شايف أن عندها القدرة على أنها توصل لتحقيق اللقب في نهاية البطولة نعم أعتقد هناك فرق قوية كثيرة المرشح من وجهة نظره هو من سيتي مع بيب جورديولا من سيتي أعتقد سوف يحصل على اللقب هذا العام فريق قوي نعم استطاع أن يقوي خطوط هجومه مع هالند وستقطاب هالند وأعتقد أن هالند سوف يساعد أيضا بتطوير والناحية التهديفية أكثر وأكثر مع مان سيتي وسيكون مرعب وسيكون من وجهة نظري هو المرشح ريال مدريد أيضا استطاع أن يحصل على اللقب العام الماضي وأعتقد أن بايرن أيضا بعد رحيل ليفندوسكي وأيضا ميسي أيضا مع باريس سينجرمن أعتقد هم المرشحون طيب أعتنال معك لنقطة تانية ويمكن الحقيقة من خلال تدريبك لفريق رابد فيينا ومن خلال متابعتك لكورن النمساوية بالتأكيد تبعت المرحلة التي تولى فيها المدير الفني السويسري مارسيل كولر مهم التدريب المنتخب النمساوي بداية أزاي بتشوف المرحلة دي وإيه تقييمك لإمكانيات وقدرات مارسيل كولر مع النجاحات طبعا لحقاها مع منتخب النمسا أنا أعرف مارسيل كولر بشكل قوي وتربطني بيه علاقة قوية نعم أتفك معك هو درب الفريق النمساوي فريق النمسا خمس ست أعوام من أعتقد ذلك وهو فعلا من 2011 ل2017 خمس أو ست سنين فعلا مارسيل كولر ساهم بشكل كبير جدا في تطوير الكرة وتطوير المنتخب النمساوي نعم أتفك معك استطاع أن يبني فريق قوي وبدأ من الأساسيات يعني ساهم بشكل كبير جدا واستطاع فعلا أن يصل لمراحل متقدمة وأيضا فعلا قدم نتائج رائعة واستطاع أن يحصل على بعض الألقاب مع النمسا أو يساهم في أن يكون هناك فريق مرعب أو قوي يكون يصبح عنيد أمام الفرق القوية أيضا فعلا استطاع أن يطور الفريق من ناحية الهجومية ومن ناحية الدفاعية هو يلعب الكرة الشمولية أو الشاملة وهو يستطيع ولديه القدرة على تطوير أي منظومة أو أي فريق من كل النواحي التكتكية سواء الدفاعية أو الهجومية وأعتقد أنه فعلا ساهم وعمل الكثير والكثير والكثير للمنتخب النمسا وللكرة النمساوية أو الكرة في النمسا مهم جدا أن مارسل كولر أيضا درب فرق كثيرة وفي ليجا مختلفة هناك أيضا واستطاع ذلك أن يساهم ويساعد كولر في تطوير الفريق إيه اللي يحتاجه مارسل كولر عشان تنجح التجربة بتاعته مع منتخب النمسا أعتقد هو الركز في البداية على أن يستقطب لاعبين على سبيل المثال من ريال مدريد على سبيل المثال وهو بدأ يتطبع لاعبين المحترفين في الخارج وهذا هو العامل الأساسي الذي ساعد مارسل كولر أن يتطبع اللاعبين ويتابعهم ويركز على اختطاب لاعبين أقوياء أصحاب كواليتي رائع يساعدونه شخصيا في تطوير أو تنفيذ أفكاره وفلسفته فعلا كان هناك نقطة أساسية في تجميع اللاعبين والتعاون واللعب معهم فهذه عوامل كثيرة ساعدت مارسل كولر وهو الشخصية قوية تستطيع أن تصنع ذلك بشكل رائع هو فعلا مدرب رائع مدرب عظيم فعلا وأنه فعلا يستطيع أن يصنع اللاعب أيضا الذي ينفذ أفكاره في الملعب شكرا جزيلا لك على وجودك معنا ومشاركتك معنا في السادسة